بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم سوف نريكم شيء مهم هو كيفية تقطيع أوصن آلة من الصفر يعني نقوم برسم مخطط للآلة ثم نطبقه على الأرض الواقع لذا ابقوا معنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كما تلاحظون هنا لدينا مخطط لآلة يعني سوف نقوم بصناعتها من الصفر يعني قمنا بتجربة أظن يعني حوالي عام قمت بصناعة الآلة ولكن الآلة الآن سوف نقوم ببعض التعديلات عليها لذا قمت برسم مخطط كما تلاحظون بالقياسات بالزاوية يعني بكل يعني بكل يعني هذا المخطط يعني وجه فقط لكن الهيكل بسيط لذا يعني قبل ما نقوم بالقطح ويعني نتكبد يعني خسائر أو يعني خسائر بسيطة لكن بهذا الشكل عندما يعني نرسم مخطط بدقة يعني المقياس الرسم 1 على 10 يعني أصغر بعض المرات لذا سوف نريد يعني هذا هو المخطط على الورقة والآن لدينا المخطط كما تلاحظون قمنا بتقطعه لم نقوم بتلحيمه بعد آآ بعد أخوان هنا يعني بهذا الشكل كما تلاحظون هذا هي العمل حين يعني ترسم على المخطط أو على الورقة ثم تقوم بالقطع يكون هناك نتيجة جيدة وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته